السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم شاء الله اشترك معكم بعد تدابير المنزلية وكذلك الشاي اللي طلبت مني واحد الاخت وكذلك واحد الحرشة انا اسميتها الاد حرشة في العالم لان فعلا هي الاد حرشة وكتجي صحية انتبقى ان شاء الله تبقى معي تالاخير بسم الله اول حاجة قبل ما نمشي نتقدر ان شاء الله غدا نرقد حد الفراشت هادو والمواس يعني باش كي تنقاو مزيان هادو اللي كنستعمل يوميا مرة في الاسبوع ولا مرة في 15 يوم ضروري كندير لهم هاد هاد ترقيدة هادي قانستعمل لسيت سيدخيك ونستعمل بيكاربونات دو سوديوم لسيت سيدخيك هو كيلي كي يقولوا لي في المغرب كي يسميوها سانيدة الحامضة هو حمض الليمون اه هذا يعني طبيعي اه كنا نستعملوا بزيف 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 ديال الحاجات يعني كننضفوا اه الاواني ديالنا المطبخ ديالنا يعني كننضف فيه بزيف 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 ديال الحاجات بطريقة طبيعية اه اكتريا الناس اللي عندهم الحساسية يستعملوا بحل هاد المواد لانها امينة مية في المية سافي وغدا نضيف لهم كيف ما شفتوا الماء هنتم ما شفتوا التفاعل كيفاش كي يوقع غيه يخص نخليهم مرقدين واحد المدة طويلة يعني الى كانوا مسخين بزيف خصهم واحد ربا وعشرين ساعة انا خليهم تقريبا ايه ساعتين ولا ثلاثة وغدا نغسلهم ان شاء الله بسم الله صافي مشيت قديت ارجعت اه غدا نوريكم اه فقط اه الاشياء اللي سألتوني عليها فقط اهن كتسولوني دايما على السكر اللي كنستعمل هذا هو السكر اللي كنستعمل هاد غابا ديوغا هاد النوع هاد وكنستعمل السكر ديل الكوك اللي كيستخلصوه من جوز الهند اه هما شوية غالين ولكن انا ما كانستعملش بزاف كيبقى وعندي مدة طويلة وهنا بغيت نشترك معكم كذلك هاد الحبوب هادي لانا بغيت نستعملها بغيت ان شاء الله نوريكم يعني وصفات اللي كان لغا نحضرها بها دكشي بش قيلت غدا نوريها لكم اسميتها هاد الحبوب هادي اسميتها حبوب اه اللي غان دو ساغازا وقلب الحنطة يمكن بالعربية مقدش عاقلة في صراحة هادو ضروري ما كان رقدوهم من قبل صافي انا دا بكملت رجعت كل حاجة بلاستها اللي كيتقدم عايا ضروري يخسو يقدم عايا يعني كل حاجة لاناتي كياخد شوية ديال الوقت يعني احتل الاولاد ديالي ولفتم هاكدا كيعونوني كيعارفو كل حاجة فين كينا او كيعونوني الحمد لله بسم الله على بركة الله ها نبدأ دبا باش نحضر ليهم هاد الحرشة القوتي ها غدا نحضرها بنفس السميدة اللي كنت حضرت بها الكوسكوس واحد المرة غنخلي لكم رابط ديالها اسفل الفيديو هادي اه زراع يعني القمح القمح الصلب كنشدوه كنحمروه في الفرن يعني درجة الحرارة خصة تكون من خافضة وكنت ديو عن طحونة وكنقولوا لي يديروا لينا كسكسو يعني على شكل كسكسو هنا اه اه اغنستعمل زوج ديال كيسان هنا عندي اه زنجلان وهو وزرعة الكتان غسلتهم وشوية ديال الملح وزوج ديال كيسان ديال الماء يكون طايب لان هادي الطريقة ديالها كطيب طريقة مختلفة الى درناغي الماء بارد خاصنا نتسنو عليها واحد المدة دبا هادي با الطريقة هادي دغية كان كتوجد ودغية كان طيبة ما غنستعملو لخميرة لتاشي حاجة لان بما ان يعني اه القمح اه محمر فكي تهدم بسرعة ما كيكون حتى شي مشكيل صافي كيف ما شاهتم معي العملية سهلة جدا وكتجي الديدة والريحة ديالها كتجيبها البندق صافي كنخلطو مزيان اه زرع الكتان وزنجلان يعني المكونات كاملة وما كنحتاجوش نضيفو نبس بسوها بزيت الزيتون لان بما ان يعني الزرع كيكون انا الزرع اللي كنسميه بزرع هو القمح يعني القمح كيكون محمر ما كنحتاجوش نضيفو زيت الزيتون ما دابا نضيفو زيت الزيتون حتى الطيب ان شاء الله صافي كنخليها واحد عشر دقايق تشرب هذا كلمام زيان ومن بعد يعني كنقدرو هادي نبدوها طيب يعني علاب وخدكن يعني المقلة تكون باردة ماشي ضروري تكون المقلة سخونة جربو وخغي واحد الكمية قليلة ووردو علي الجواب كاتش لديده بزاف سافي هنا غنستعمل انا كنستعمل هاد الورق مؤخرا اولا كيجيني سهل وليس كنستعمله بزاف يسهل علي العملية داب انا هنستعمله باش كن نزولها بسهولة من للمقلة ما كن مكت تهرش لي بها الطريقة هادي صافي انا دابا غدا من بعد ما يعني مرت عشرة ديال دقايق غدا نقرسها في المقلة في غدا نقرسها في المقلة غدا ندوز باش نعمر ندير الماء طيب باش نعمر ايتي ايتي اللي اطلبتوا مني باش نتشارك معكم انا كنبغيها تكون رقيقة انتوما لبغيت تكون اغليضة استعملوا ثلاثة ديال الكيسان وزيدوا يعني على حسب واش زوج ديال الكيسان ونصف ديال الماء الساخن يعني كن طايب ولا ثلاثة ديال الكيسان سافي غدا نرشها بشوية ديال السميدة باش كتعطيها واحد القرمشة من الفوق ومن الداخل كتجير طبا سافي وغدا ندي هالطيب وندوزوا دبا باش نحضروا الشاي لتحضير هاد الشاي غن نستعمل تقريبا ملعقة كبيرة ديال زبيب او العنب المجفف وغنستعمل هنا اوراق ديال شجرة البرتقال يعني لفاي دورانجي كنستعمل منهم غي ملعقة صغيرة جدا يعني ملعقة ديال قهوة او ملعقة شاي وغنستعمل ملعقة صغيرة ديال الشاي الاخطار اللي كان ناخده حتى هو في المجازا بيو حتى هو كان ناخد قتيب وحده وهنا غسلت مزيان الخالط ديال هاد الزبيب والاوراق ديال البرتقال وكذلك الشاي بالماء البارد من بعد غدا نسمو بهاد البرتقال اه لكن عندكم يعني شي ضايف ملأحسن هاد البرتقال تحطوه بوحده ولي بغي يزيدو في الكاس ديالو ممكن يزيدو لان ما شي كل شي يقدر تعجبو ولما عندكم لعندكم حتى قشر يعني القشور ديال البرتقال كتم نشفينهم ان شاء الله شنهار ديشارك معكم طريقة كيفاش كان نشوفهم اه ممكن تزيدوه لهاد سافي هنا هيا الحرشة اجداد يعني كتجي الماضق ديالها رائع ولكن ضروري 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 ما كتسقى هاد الحرشة يعني ضروري غي كنخرجوها من المقلة خاصنا نسقيوها بالعسل وزيت الزيتون او الزبدة مويمة على حسب الضوء قنا نسقيها ملعقة كبيرة ديال العسل وغدا نسقيها كذلك بزيت الزيتون هاد الحرشة هادي كتجي افضل الفطور لانا اه مع العسل و الزيت وهاد شي اتشي كي غلض يعني مخصوش يتكلف صراحة في القد في العشية ولكن انا ما عرفش حال ماشي مشكيل اه يعني كتجي مزيانة بزاة في الصباح اللي اخدينها في الصباح وكلاوها لنا لوليدات ارى عرفتي ما كي جيه مش الجوع بالمرة بحان الله اه كتجي الهادة اه الفو هد dubbed لها شكل كتجي رقيقة umكم لا ب cev تغلطوها لك تعيجب بكم يعني تكون ساميكا ممكن غير ضعفو المقادير فقطك في كاجيا نتمنى ان شاء الله يعني تجربوا هاد الوصفة هادي اللي بإمكانه وراحت هنا في فرنسا كيتباع يعني القمح الصلب بوحده ممكن حمره كيتباع عند المجازين ديال ليتشيخ كيتباع احتف المجازين ديال العرب سافي هنا كيف ما شاهدوا معي الارطبعة كتقطع بسهولة وفي نفس الوقت كتجي تطبقة السطحية ديالها مقرمشة سافي من بعد ما خليت كيف ما قدليكم ثلاثة ديال سوية حد هدل مهم خليهم قد ما خليتهم قد ما حسن كنخليهم هادوك جنيبات اللي كيكون يعني هادوك سليكات كيش دولينا الوسخ مع الاستعمال كنحكوهم هكدا مزيان يعني كنعقموهم دابا كيتعقمو لكن اشي بقايا ديال الاكل ارا كتمشي والممسحت هما في هدل جنيبات هما كياخدو لنا الوسخ هادو ديال الاستعمال ديال كل نهار كل نهار سافيت هما كل شي كيتعقم كل شي كيمشيت هادوك القبطات هادوك ديال العود خصومت هما مرة مرة ينديرو ليهم هاد هاد الاسيد سيدخي كل بيكاربونات كيتعقمو مزيان سافي من بعد حكوهم بشوية ديال الصابو البلدي كيولي وكيبريي وشفتو اللون كيفاش كيولا سافي ها هما دابا نسحتهم قام قمشين لان هادو ملي كنستعمل يعني كل نهار هادو ملي واخدين دق كيب ما كنقولو نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتو من هادا الفيديو واخدتو منو ولو افادة واحدة اه الى عجبكم ان شاء الله نبقى دايما نتشارك معكم بحل هاد الانواع ديالفيديوهات واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله